السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عندنا زيارة لأحد المزارع في الإمارات العربية المتعدة وبالذات في تقربة جميلة جدا باستخدام نظام الهيدروبونيك طبعا لزراع أشجار التين أمور طيبة مع الآخ راشد الكتبي والآخ أيضا هزاع معنا ما شاء الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد تقربة جميلة والإثمار وكل شيء وعندنا بعض التساؤلات مع الأخوة وما شاء الله الأخ راشد كيف الأمور أولا بسم الله الرحمن الرحيم هذه التجربة للزراعة الهيدروبونيك في البيوت المحمية المبردة التجربة ما شاء الله ناجحة وبدأناها في زراعة التين تقريبا المترى سنوات وهذا مثل ما تشوفون التين هذا له أمر سنتين أثمار جيد من ناحية الطعم من ناحية الحجم من ناحية الشكل ما شاء الله يعني نشجع وننصح أن الناس تزرع زراعة اللي هيدروبونيك خاصة للتين اللي هم يحبون يزرعون زراعة اللي هيدروبونيك من ناحية اللي الإنتاج يكونوا إنتاجها أكثر أوفر من ناحية الأمراض يكون هناك أخف أمراض وخاصة أنتم تعرفون أن التين حساس للنمتودة هنا نحافظ على الشيرة من النمتودة نحافظ عليها في نظافتها في غزارة إنتاجها هذا بالنسبة اللي نحل لحظناه في زراعة التين بالنسبة للهيدروبونيك في البيوت المحمية المبردة إن زينا أخوي راشيد أنت ذكرت حاليا النمتودة إذن هنا أقل ضرراً لنمتودة ما تكون في الأرض المباشرة نعم أقل ضرراً بالنسبة للزراعة اللي هيدروبونيك في نمتودة بس أشياء بسيطة تكون يعني يمكن تحصل في شيرة أو شيرتين وهذا يمكن أن هياي من وين من أثناء نقلك جزة من المشاتل احتمال أن تكون إصافة أما في الأرض صراحة يعني زراعنا اللي هي التين ولاحظناه كثير ما ينصيب النمتودة مع ذلك لحين كنا نعالج في البداية وعالجة الشترات في البداية ومعالجة الأرض لكن مثل ما تعرفون أنه وأنتم اللي يعرفون الزراعة التين النمتودة كثير حساسة لخاصة في البيوت المحمية يعني أيوه يا الله الحمد لله خير ننسو قولة داخلية لأنه تتوقع المشاهدين يريد أن يشوفوا الإنتاج طبعا هذا كله أصناف هذا الأسبان الأخضر ناجح عنده ولكن النقاح الأكثر في البراون تركي أخوي راشد صح هذا البراون تركي أو برشوم المصري حد يقول برشوم حد يقول برشوم حد يقول برشوم حد يقول برشوم هايوه زين بالنسبة يا أخوي راشد للتقليم أتوقع أن قل لي من هذه الأشجار قبل فترة تقريبا قبل الحقيقة كانت مجرؤات كملة تقريبا سنة قبل وتم تقليمهم في أواخر شهر ثمانيا وانحنا اليوم في أواخر شهر 11 يعني بداية 12 تقريبا ثلاثة شهور في بدايات يعني النفض يمكن بعد 15 يوم بعد 20 يوم بصني نافض في هذا السين اللي ملاحظينه يعني بتشوف عندي تجربتين تجربة اللي قريبة للأشجار ايوه ما شاء الله طبعا لا لا جميل جدا أن يكون شوفه ويتكلم عن المسافات هنا المسافة أكثر عن هنا المسافة يحيشوف التقارب هو فلاحظ إنه تقريبا نفس الإعطامة بين هذا وهذا وراح يكثر حاليا العدد اللي موجود هنا واللي ما يعرف هذا النظام نظام الهيدروبونيك هو عبارة عن نظام يقوم الماء بسقي الشجرة ثم يرجع مرة ثانية للخزان راح أصور لكم في آخر الوقت الخزان ويعطيوها طبعا المواد الغذائية عن طريق الماء طبعا القذور الغير يعني للأرض ما واصلة للأرض وعشان تفكر شوف هناك القذور فقط في العصيص هذا وترجع الماء مرة ثانية للخزان يعطيوها جميع التسميد وجميع المواد اللي تحتاجها الشجرة في وين في الخزان ويرقع تقريبا سقيوها في اليوم الواحدة تقريبا ثلاث مرات لأخراج صح؟ نعم من ثلاث مرات الجو حر هايوا 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 وإذا كان الجو بارد حتى مرتين تقريبا هايوا وحيثنا الماء بزمن ربع ساعة نعم التربة طبعا المستخدمة في الأصيص هي عبارة عن خليط فقط من صنفين من التربة اللي هو البرلايت وكذلك الكوكبيت وأيضا يوجد في الأسفل حقر حقر أو حصى وأيضا طبقة من القماش حتى النواش الخلط تربة هذه ما تروح مع الماء وكذلك يكون التصريف ممتاز جدا هما صادفتهم مشكلة وهي مشكلة وإيش إن القذور أحيانا تدخل فيه قناة التصريف الأنبوب اللي للتصريف اللي يرجع الماء فيحتاجوا إلى عقومة بعملية التبطيل ولكن حاليا يبحث عن حلول ووجدوا لها بعض الحلول بمشيئة الله سبحانه وتعالى والأمور طيبة يعني صراحة الوضع هنا جميل جدا الواحد يبغى يجلس أقوى الفترة ممكنة يشجعه على نظام الهيدروبونيك وخاصة لتقنب آفة النمتودة آفة النمتودة الخطيرة جدا ما كثير جدا يعني تقول إن في داخل هذه البوتات الزراعية تثع شوف ما شاء الله وكأنك في القناة تمشي رغم إنه نفس الموقع نفس الموقع الأخ راشد أيضا عنده زراعة أرضية في نفس المكان طبعا هذا بيت محمي مبرد والأمور طيبة والغزارة ممتازة تقريبا لا يوجد حاليا ثمار قاهز للأكل لسبب إنه يشتم تقليمها قبل تقريبا ثلاثة أشهر ولكن إن شاء الله قريبا رايح يكون فيه إثمار تقربة الأخرى هنا تقربة الأخرى هذا زراعة وزراعة أيضا أرضية ولكن هو لا يشجع إطلاقا على الزراعة الأرضية وهذا صنف صنف تينغاسم تم تقليم الأوراق قبل فترة قصيرة من هنا ولكن على كلام الآخر راشد إنه تينغاسم نوعا ما كما يقال دلوع دلوع جدا جدا يعني ثمارة تتفلق خلينا نصوركم الثمار نتفتح بسبب أحيانا كثرة الماء يحاول قاصر في الماء وماشى إشكالية رغم الغزارة اللي موجودة ولكن هو ما ينصح إطلاقا شوف مثل هذه الثمرة ثمرة مفتوحة أغلب الثمارة ما فقط يشتكي هو من الثمار لا في مفتح الثمار أولا عدم قدرة على التخزين الثمار ما تدوم إطلاقا يعني إذا قطفتها وعندك فقرة تقريبا 24 ساعة ممكن تأكلها بعدها خلاص تخترب هذه شوف تفتح يعني بمعنى آخر تينغاسم حساس جدا جدا للأمراض حساس كذلك لكثرة الماء وأتوقع لآخر راشد أتوقعك ناوي تقلعه هن هذا الأشقاع والله إن شاء الله إنا نغير البيت هذي إلى بيت هيدربونك آه آه عشان تشكي ونشل هذه الأشجار كلها ياخي ما تهون هذي الأشجار وبنحط إن شاء الله هيدربونك وبنزرع برشوم الأسباب عدة تشوف تينجاسم هنا ما الإنسان اللي بيزرعه كأكل لبيته والله كهداية يعني بشي بسيط الصراحة جيد ومنتاز منه حيات الطعم والمداء لكن كتزرعه مثل ما تفضلت وتكلمت كتجاري لا يصلح لأنه صح أنه لازم تكون قطفة مثل هذه وفي خلال يوم بتكون انتهت مثل هذه أو أنه بدأت تفتح فهذا رغم غزارته رغم الغزارة نعم في غزارة هايوه في غزارة في الانتاج تلاحظ هذا مقلة من الورق وما شاء الله شوف الانتاج اللي فيه لكن أنا وجهة نظري أخرى وفي ناس لها وجهة نظر ثانية صح كل واحد قرب هايو كل حد يقرب على شي أنا جربته وهذه تجربتي صح أنا ما أنصح الناس أنه ما تزرعه لا كل واحد هو تجربته صح في ناس مدحوها ذاتين قاسم داخل بيوت المحمية وناس لا يعتمد هذا كله على ويش على تقربة آخ الزع كأنك سقط لي أنه ديانا يعني يعتبر من الأصناف الممتازة ديانا طلع عنه من الأصناف الممتازة نعم هايوه آخر زيارة لماليزيا صنف مركزين عليه بكثرة وزيارتنا للسعودية بعد صنف مركزين عليه بفترة ديانا من ناحية الحجم هايوه من ناحية الذوق لا يعلى عليه صح ديانا اللي احنا نسميه عندنا حاليا دبل جامبو دبل جامبو الأردني 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 دبل جامبو هايوه هو نفسه ديانا صنف اللي عنده هذا يعتنيبه هايوه صنف ممتاز أنا عارف نعم قرب ويعتبر صنف ممتاز والأخ ما تقول الصنف نروح يزكي نفسه هايوه والأخ راشد أيضا حاليا بدأ يزرعه وإن شاء الله يكون في صف الزرعه أول شيء بجربه في له يزرعونك هايوه لا بينقح إن شاء الله بينقح صنف ديانا بينقح إن شاء الله نجح بعد هذه بادرة طيبة للأخ خزاع إن شاء الله إن شاء الله يستمر فيها بتشتيله وتعقيله وينفع به المجتمع والناس اللي حبون جرعونك يا الله عسى الله خير إن شاء الله الأخ راشد أيضا كان عندك تقربة لزراعة الهيدروبونيك خارجية غير مبردة صح؟ نعم عندي زراعة الهيدروبونيك خارجية اللي هي في الشبك الأبيض اللي هو نحن يقوله عن النت هايوه صراحة زينة ومنتازة بس إنتاجه بيكون صيفي شتوي يعني حفوا في الشتاء ها ها لأن في الصيف ما تنتج عبسيب ارتفاع درجات الحرارة اللي موجودة عبسيب ارتفاع درجة الحرارة يعني لا تكون شيرة خضراء لكن ما في إنتاج هنا تقريبا لم يتوقف الإنتاج داخل بيوت المبردة لا ما يتوقف ما يتوقف طول السنة على طول السنة حتى وانت قلمت تتوقع فيه إثمار يعني يوم قلما كان فيه إثمار يمكن فوق الميتين كيلو ما شاء الله تقلمت لأن الثارف يرتفع عالي قريب الصقف هايوه والحرارة مرتفعة وبدت تصغر التمر لذلك زلتها وبغيتها يعني يكون الحق في موسم الثاني اللي هو يكون متقلم ها ويكون إنتاج جديد أحسن عن اللي هو أنا أستنى على شي بسيط ما شاء الله وهذا هو أيضا صح صادفتك هنا بعض الأمراض اللي هي حتى تبين هنا عندنا احنا تبين البق الدقيقي أيضا نتمنى بعد حد يعطينا دولها البق الدقيقي يعني أصعب آفة حاليا داخل بيوت المحميل برده البق الدقيقي والعناكب والعناكب أيضا غازي المكان العناكب بالرش المبيضات العضوية باستمرار رش مبيضات العضوية نقضح له لكن هذا البق الدقيقي لا ما تنفع فيه المبيضات العضوية فيحتاج إلى رش مبيضات حشرية كيميائية وهذا من فضل الرشة أثناء ما يكون عندنا انتاج نصبر عليه إذا كان ما هناك في انتاج نحن لا الله نرشة يا الله قزاك الله خير أخوي راشد ما أعرف ما عندك تساع والأخ الزع آخر ولا شيء ما يحتاج وعلى الله ما يكسر ما قصر قزاكم الله خير أخوي راشد قزاك الله خير وبارك الله فيك فتحتنا المزرعة وعسى الله تعالى يكتب لك أقر إن شاء الله في هذه المعلومات وأيضا هذه التقارب اللي البعض يبحث عنها بكثير صراحة شكرا لك وبارك الله فيك شكرا لكم أنتو وعلى زيارتكم أنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة من مزرعاتنا ونحن ليس لدينا مثل ما تقول يعني نحن نحن لازمنا نجرب أيوة تحت التقارب وننقل تقاربنا وهذه تقاربنا أيوة وتجربة كل واحد يجرب تجربة وينجح فيها إن شاء الله ينقرها لإخوانا المزارعين يستفيدون منها هذا هو أهم حاجة وعلى الله تعالى يكتبنا إن شاء الله الأقر بارك الله فيك والأخ الزع بارك الله فيك أزاك الله الجنة أحسنت ومع السلامة حياكم الله شكرا شكرا